تخصص فريد من نوعه دخل إلى البحرين مؤخرا تفررت به الدكتورة سميرة كمال بعد أن سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتخصص في الكشف عن الأمراض عن طريق الشعر لتصبح سميرة الطبيبة رقم عشر على مستوى العالم المتخصص في هذا المجال لطالما اعتاد الناس على إجراء الفحوصات الطبية عن طريق الدم لأنها تعتبر الوسيلة الأشهر للتعرف على أي مرض قد يصاب به الإنسان ظاهرا كان أم خفية ولكن اليوم نحن بصدد ثورة طبية جديدة تمثلت في الكشف عن الأمراض عن طريق خصلات الشعر تقوم به أول طبيبة بحرينية تتخصص في هذا المجال من بين عشرة الطباء حول العالم من التقنيات اليديدة التي نستعملها هو الشعر الحلو فيه أن يأكس لنا شغل الأعضاء فمن خلال فحصنا للشعر نعرف الأملاح الموجودة في الشعر فنعرف الأعضاء كيف تشتغل يعني الهضم، الغدة الكذرية، الغدة الدراقية، الضغط هل سبب نقص مغنيسيوم أم لا؟ إذا فيه ارتفاع في الكالسيوم مؤدي ل مشاكل زيادة وزن حصوات في الكرة، حصوات في المرارة عندنا مؤشرات بعد تبين لنا إذا واحد مثلا في طريق أن يصير معه مشكلة يصير عنده كانسر أو هاي، إذا فيتامينات ناقصة عنده فكل هذه الأمور تبين في فحص الشعر فإحنا نأخذ عينة انطرشها على أمريكا وفي أمريكا يحللونها وخلال سبعين نحصل النتيجة ونقعد مع المريض ونقعد نشرح لها حين وين المشاكل اللي موجودة عنده وشلون نقدر نحن نحل هاي المشكلة بمثلا نظام غذائي بسيط تغيير نظام غذائي بسيط أو مكملات غذائية فبعدين رجع التوازن للجسم هذا الفحص الجديد استطاع أن يرسم البسمة على شفاه مرضى عجزت الفحوصات الروتينية عن اكتشاف أمراض أصيبوا بها ولم يجدوا لها العلاج الناجع فالشعر كان طريقهم للتماثل للشفاء من تلك الأمراض كان أبرزها مرض السرطان عملت تحليل فحص الشعر من سنة والتحليل يركز على وجود المعادن في الجسم والأملح بفضل من الله سبحانه وتعالى الدكتورة لما وصلت نتاجي من أمريكا قدرت تحدد لي إيش بالضبط أنا مشكلتي فإلى جانب أني كان عندي ارتفاع شديد في الكاليسيوم اكتشفت الدكتورة أو شكت أني عندي حالة من الكنسر فاضطرين أن نقوم بتحليل وفحصات زيادة بعدها اتضاح فعلا أني عندي السرطان في القدرة الدرقية وتم استقصالها التحليل من فحص الشعر فاضيني جدا غير أني عرفت أن الكاليسيوم كان عندي جدا عالي في الجسم كان عندي معادن أخرى عني من قلة وجودها في جسمي بالمكملات القدائية التي كتبتها لي الدكتورة أنا بفضل من الله سبحانه وتعالى تحسنت حالتي الصحية جدا في خلال سنة دكتورة سميرة اليوم وسيلة إيجابية لمساعدة مرضاها لمواجهة أمراض عصيبة عن طريق خصلات من شعر المريض نحن نأخذ عينة شعر تقريبا عينة قليلة عندنا كت خاص فيها هذه الكت في ميزان ولما تأرجح على جهة واحدة نعرف أن هذه الكمية مناسبة لازم طبعا يكون مو مصبوخ ما علي جل نظيف الشعر وبعدين نحطها في ظرف صغير هذه الظرف يروح على أمريكا وخلال أسبوعين بعد ما يحللونا يطلشون النتيجة بالإيميل فأنا أقعد مع المريض خصلات الشعر وما تحتويه من معادن قد تكشف لنا ما يدور في الخفاء داخل أجسامنا من خلال تحديد مدى توازن المعادن فيه ومدى قلوه أو إصابته بالمعادن السمية الفحوصات الطبية واكتشاف الأمراض بأنواعها المختلفة لم تعد محصورة على الكشف التقليدي بل بدأ الأطباء في البحرين بدراسة التخصصات يمكن وصفها بالنادرة كان أحدثها تقنية الكشف عن الأمراض عن طريق الشعر خولة لجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر